قبل عشرين يوم في يوم 17 ايلول 2022 توجهنا من خلال استوديو التاسعة بدعوة وطنية الى ان تكون محافظة البصرة من زوعة السلاح واطلقت هذه الدعوة كمواطن عراقي لقرب اقامة بطولة خليجي 25 بالبصرة ان تمت ان شاء الله لكن قلت يا جماعة خلني نبدأ بخطوة اولى نزعوا السلاح ممنوع حرام يا اخوة والله ما اردى اقول ممنوع بس حرام يا اخوان حرام انه عشاير بالبصرة مدري ميليشيات مدري فصائد يعني يعني بالله عليكم هاي اللقطات يعني هذه بالالفين واثين وعشرين بالبصرة شنو شعتكم شكوا الصاير ترى خطوتين ونص بعد عنكم الكويت الكويت دولة الكويت ترى حرام اللي جاي يسوونا بنفسكم ترى معيب على السياسيين وعلى كل اصحاب الفصائل اللي جاي يصير بالمواطنين وعلى العشائر قبلت بذلك ارجع زي المخرج الكويت قبل مئة سنة كانت محمية بريطانية وكانت اه مثل ما ربحنا كل واحد نزم الكرسي من فيصل الاول الى عالي انصيف لان عالي انصيف هم نادف بالكويت قاتل الكويت عراقية كل واحد نزم الكرسي قال الكويت عراقية لأن تشونت قبل 100 سنة محمية بريطانية وتابعة العراق طيب ما تشوفون وضع الكويت اليوم وتشوفون خراب البصرة بالمقابل يعني الكويت لو باقية جزء من البصرة كان نفس الخراب ليش ما نحترف بيها احنا كمواطع عراقين احنا ليش نزعل من الكردي ايقول اريد وحدي اقليم خاص بيه ويسوي بالحدود يدق لك اقامة ماشي يسموها ليش لان اخويه يقول لك اردى اتطور لهذا الكردي من تحت شوية يقول لك والله شو عنده با يحسن مني وهو لا عنده بحر ولا عنده نهر كل شي ما عنده لكن قدر يسوي بناء يسوي براج يسوي مولات يسوي معامل يسوي مصانع يسوي طرق هذا الكردي كردستان والكويتي سوى دولة عين تضحك عين تبتشي دولة على صغرها لحق المهمة بالعالم واحنا نقول ايه لا الكويت جزء من من العراق ادرح شوف البصرة واحد شي بعدين شوف خراب البصرة ولو باقي الكويت وعمي الله انقذهم الكويتين صاروا دولة لان لو باقيين والعراق طوالسل مثل خراب البصرة تقول بها واحدة مايصافي مواعدهم شكرا